أول حاجة يا بايبي تكريم مسابقة اليوتيوب تعال نشوف المسابقة كانت عبارة عن كل أسبوع ما تتغير يعني زي ما احنا قلنا حاجة فور فن وبرضو نفس القصة يعني مراجعة تعال نشوف بقول لحضرتك أنا عندي 1 2 3 4 1 9 مربعات انت الشكل ناري السطحي اللي انت من دول هتعرفوا ان هو شكل ناري سطحي هتعطت عليه علامة X والشكل الناري تحت سطحي هتعمل على علامة دايرة وفي الآخر عارف انت اللعبة دي لو جمعت ثلاث علامات شبه بعض بتشد خط انت كده فست فاحنا هنشوفه الثلاث علامات اللي هيتجمعه شبه بعض يا ترى X ولا الدايرة يعني الإجابة في الآخر هيبقى شكل ناري سطحي ولا شكل ناري تحت سطحي تعال نشوف اللي هيحصل سمي الله صلى الله ورسول الله خش على الحل على طول رقم واحد أنا عندي هنا ميني لنايم بالالطبقات دا جدد فالجدد بالنسبالي ركز معايا دا شكل تحت سطحي فعمل تعال دايرة هات اتنين ها ينتج عنه سنايات يقترب جناحيها من أسفل مين التركيب الناري او الشكل الناري اللي بينتج عنه طاية تقترب جناحتها من أسفل اللي هي الطاية من حضرتك طاية مقعرة فبالتالي برضو دا شكل ناري تحت سطحي على دايرة طيب قد يمثل شكل صخر مين يا باشا سمي الله صلى الله ورسول الله اللي لونه اسود ونسيجه زجاجي وعدم التبالور دا لأبساديا قلتلك هو الصخر الحمضي الوحيد اللي عنده حضرتك في المنهج لونه اسود معين الصخر الحمضية لونها فاتح رجع معايا كل الكلام دا انا اقيله كل الكلام دا طلابي الجمال قلوب كتير انا الطلابي حبايبي عارفينه ومذاكرينه كواس فضل ربي أربعة من اللي نسيجه فقاعي ركز معايا نسيجه فقاعي واسفينجي ها دا كمين البيوميس فهو صخر ناري سطحي عملت على اكس الوبسيدين برضو سطحي وعملت على اكس جميل قد ينتج عنه المتداخل او المكافئ متداخل لبيومي فاكر لما كنا بنهزر برضو طلابي عارفيني الحتة دي بيوميس كنا عدت على الانتهالك بكل ببيومي او عد نهزر على الطالب اللي كان عمزان بقول لبيومي وكده فهو المكافئ بتاع بيوميس دا متداخل ها يبقى برضو دايرة المهم ينتج عنه تركيب تيكتوني يميل جنحاء بعيد عن المستوى المحواري مين اللي بيعميل جنحاء بعيد عن المستوى المحواري الطايا المحدبة طيب دا برضو مين اللي بيكون انتهى محددة بقى اللا كولايس الذاكولايس حضرتك تركيب برضو ناري متداخل جميل فدايرة يزيد من خصوبة التربة الرماد البركاني رماد البركاني من نوا motivation أشكال سطحية او انواعتك سطحية اذا x ها سطحي ينتج من الالفا المتجمدة بالقرب من سطح الارض مين اللي بينتج من اللفا المتجمدة بالقرب من سطح الارض دا المجزوفات او القنامة البركانية برضو سطحي هنا نسيجه في حبيبات كبيرة وصغيرة فنسيجه بروفيري فعال دايرة في الاخر خالص لما تعمل انت الكلام ده بعينيك طبعا بتاخد سكينين شوت للمسابقة عشان تعرف تحلها او توقف الفيديو شغل دماغي شغل البصرة دي شغل فصوص مخك ايه شغل فصوص فان دي الله يبركلك معايا المهم تاخدها سكينين شوت او توقف الفيديو وبتعملها بعينيك كده بسرعة فبتلاقي حضرتك ان الدوائر جات كده مفيش اكسات ممكن تتجمع لكن دول كده بقوا بخط فاللفاز معانا او المسابقة دي يعني اتحل ازاي بواحد وخمسة وتسعة يبقى الارقام واحد وخمسة وتسعة ركز الله يبركلك لهم الجدد وشكل ناري تحت سطحي الفاز معانا سمي الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الشيماء محمد سيد بكرم الناس قدام كل الناس والتيم كمان هتواصل برضو معهم ولسه جات كتير اسراء ياسر صابر محمد شرين احمد فارون نوران علاء اسماء عادل هاجر جابر شمس عثمان محمود محمود محمد عبدالقادر محمد عبدالله احمد شيماء بخيط محمود سليمان دول اللي فازوا كلهم نصيب في الاسبوع ده في مسابقة اليوتيوب اللي بتنزل كل يوم اتنين الساعة 12 على اليوتيوب وفي ناس هتتكرم ان شاء الله برضو الاسبوع ده وكل اسبوع في مسابقة الفيسبوك اللي بتنزل على الفيسبوك كل خميس الساعة 12 برضو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الفضل للربنا والتكريمات جاية كتير. ولجاية اكتر كتير. واهم حاجة والله ازا ما قلت قبل كده. الناس بيتزعج محلولين لد Bridge ما كرمهاش. قلت كتير وهافضل اقول. تكريمك الاساسي هو ان ربنا شايف مجهودك وتعبك. تكريمك الاساسي ان ربنا يكرمك اخر السنة دي عن مجموع كويس. تكريمك الاساسي ان ربنا يرضيك ويرضيك اخر السنة دي الفضل لربنا. بحاجة تجمر خطرك. تكريمك الاساسي حتى لو ربنا أجل العوض بعد السنوية أن أنت تكون طالع من السنة دي راضي عن نفسك والله عزيزي ده أكبر تكريم ممكن تحسه